لنتأمل مثلا في قصة المجادلة أو المجادلة المجادلة بالفتح أو المجادلة بالكسر المجادلة المحاورة بين الطرفين أو المجادلة التي كانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم هي آية واحدة في القرآن الكريم وخلدت هذه الحادثة باسم السورة سورة المحاورة سورة المجادلة أو المجادلة ما هي قصة؟ قصة أمرأة تحاور النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لهذا الحوار من مغزى ومن معنى ومن دلالة جعل الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بهذا الاسم وبهذا المعنى لنتأمل هذه الآية الكريمة هي آية واحدة الأول آية في هذه السورة الكريمة وقد توقفت عندها فوجدت أكثر من خمسين فائدة في آية واحدة أكثر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سأخذ لك بعض الضلالات بعض الضلالات التي تهم في جانب الحوار في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع خولة صاحبة هذه القصة والتي خلدها لنا القرآن الكريم قد سمع الله وقد يقول أهل العربية للتحقيق حصل السماء ماذا يفيدنا هذا في جانب الحوار كل ما تتكلم بكلمة كل ما تتحاور في مجلس في لقاء أو في مناقشة بين طرفين لا بد أن توقن تمام اليقين أن الله سبحانه وتعالى يعلمه يعرف حقيقة هذه الحوار لأنه من بعض من الداخل كما قلنا قبل قليل في طبيعة الإنسان هذه الطبيعة إذا عرفها الإنسان أن الله مطالع على كل ما يقوله من كلمات هو هذا السر العظم الربانية قد سمع كلمة سمع هنا ستتكرر معنى سمع يسمع سميع قد سمع الله وبعد شوية يقول والله يسمع ثم في النهاية سميع يعني هذه المعاني الثلاثة سمع يسمع سميع لها تجلي في هذه الآية الكريمة قد سمع الله سبحانه وتعالى سبق علمه ومعرفته بما سيقوله الإنسان ومما سيتحاور به الإنسان بمعنى إنسان لا يراوخ لا يخادع لا يغش في حواره مع الأطراف الأخرى قد سمع الله قوله قولا التي تجادلك تجادلك فعل مضارع هنا فعل مضارع له دلالة في الاستمرار تحاورك وتناقشك مش كلمة مرمية اترك لها أن تحاور وترك لها أن تناقش ثم التي عن المرأة صوت المرأة ليس بعورة لها أن تتكلم و لها أن تبدأ رأيها و لها أن تحاور في شأنها قولاım التي تجادلك في زوجها المرأة ممكن تتكلم عن زوجها طبيعة المحاورة لها آفاق واسعة زوجي فعل فيها كذا و زوجي عمل كذا و ذلك العلماء يقولون القدح ليس بغيبة في ستة متظلم و معرف و محذر و لمظهر فسقا و مستفت و من طلب الإعانة في إزالة منكري أنا زوجها تتكلم لعالم أو لشيخ فاضل تقول له حدث كذا و كذا مسموح للحوار يقول له لماذا لا تتكلمين عن كذا إذا لم تفتح أنت باب الحوار لتتكلم هي معك و تفهم معك الإسلام لا يمكن أن يغلق الباب فلتتكلم هي مع طرف آخر عالم موثوق أو طبيب معروف لتتكلم معه و القرآن خلد هذا أن تتكلم أمرأة و خرجت من بيتها لتتحدث مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأن زوجها ثم و تشتكي إلى الله و تشتكي المرأة لها طبائعها لها نفسيتها لها انفعالاتها و قاعد تشتكي في نفس المجلس عما فعلها زوجها و الله يسمع تحاوركما كل إنسان يتكلم مع الطرف الآخر هؤلاء الذين يتحدثون بالهاتف بين بعضهم البعض الشاب الشاب الرجل و المرأة ما الذي يدور بينكما والله يسمع تحاوركما طبيعة الحوار الذي يكون بين الطرفين كم من المشكلات كم من المصائب التي حدثت لأن الطرفين لا يراعون حق الله لا يراعون حق الكلمات التي بينهما و لذلك ختم القرآن و الله سميع تأكيد على هذا المعنى هذه القصة التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم و خاله و إن كانت أم الموين عائشة يعني قاعد تراقب من حجرتها و تحاول أن تسمع ما الذي يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم و هذه المرأة هذه اللغة الحوارية التي فيها الإيمان و فيها الروح هي التي يمكن أن تتجلى بآفاقنا الحضارية و أبعادنا الحضارية ترجمة نانسي قنقر